الزمالك. الزمالك. ليك ثلاثة اهداف. ماشي بقى. اخذ انا اتحكم انا المرادة. احلى خمس اهداف للزمالك. اخذ خمس اهداف. احلى واحد فيو ميت. تعال نشوف الهدف الاولاني. طبعا هدف تريد مارك شي كابالا. رجل يعني افضل من افضل اللعيبة اللي بتعمل الارتو البلسنج في الحتة للشمال. الهدف كاربوني بعد هدف نهايي. يعني عاوز قولك على مفارقة غريبة جدا. في الماتش ده كان موسيماني بيقوله انت كل مرة هتيجي وتعملها في المباراة اللي بعدها. قال له انت كل مرة بتخش وتلعبنا. هنا قيمة شي كابالا ومهارته ان كل اللعب تلنادي الاهلي عارفة ان هو لسه جاي بجوم في اخر ماتش. وفي نفس الوقت برضو رقص نفس الترقيصة ودخل جوه الملعب. مش اللعبة بس همون. اللعبة وجمهوره والناس اللعبة بره والناس اللعبة جوه. شي كابالا شي كابالا بصراحة يعني اسطورة زمالكوية واهدافه من اجمل الاهداف خصوص. شي كابالا ياخد الكورة مع الطرف كيه تعرف ان فيه حاجة حلوة هتحصل. ده الهدف الاولاني. كان في مار معالي لوطفي كان ساعتها محمد الشناوي مصاب. في التاني. نشوف الهدف اللي بعده. الهدف اللي بعده واحد برضو من احلى الاهداف اللي رجل نفسك بنتكلم عليه. مصطفى فتحي ده بقولك بص في الديها الكامة كريم في الديها خمسين. ونادي الاهلي جاب بعدها بديقتين بزبط جون. الهدف ده نادي الزمالك نزل الشوط التاني مغير تماما على الشوط الاولاني. ومصطفى فتحي كالعادة يعني. مصطفى فتحي الحد دلوقتي بيمتع الناس كلها بالهداف اللي بيجيبها. الهدف ده كان رائع. واعتقد ان لو كان النادي الاهلي الهدف بتاعه اتأخر شوية. كان ممكن المباراة تبقى ممكن نادي الزمالك كان ممكن تبقى اصعب كتير على النادي الاهلي في هدف جميل من مصطفى فتحي. نشوف الهدف التالت. اللي بعدها على طول. طبعا. طيب الزكر المهاجم الافضل والاقوى والاعظم حاليا في مصر طبعا مصطفى محمد واحد من اقوى الاهداف بص الكنترول. وازاي ان هو قبل مكورة تنزل على الارض. والعرف كريمي الميزة ان الراجل مش اشوى. الراجل ايمن. وانها قيمة مصطفى محمد ان انت تزايد تستلم ومعاه برضو ياسر ابراهيم واحد مدافعين قوية جدا. وجون برضو يعني كان تيلفة بصراحة يعني مصطفى محمد من الجوال الجميلة واللي وحشنا اكيد مصطفى محمد ولكن نتمنى له ان شاء الله بإذن الله يكسر. ان شاء الله. ان شاء الله. اخر هدفين. فاضل جيمي. يلا. نروح للجون اللي بعده. طبعا. دايما دايما يا كريم. في مباراة الاهلي والزمالك. بنتكلم على اه فيه جوان حلوة كتير وفيه جوان ما نفرج عليها. لكن الجون ده بالنسبالي هو فيجن. الجون كله لا هو تصويبة ولا هو قوة التصويب ولا الركنة. الفيجن. قاري المرمة. واحد من فرجاني ساسي. واحد من اسكل لعيبة اللي لعبت في الكورة المصرية. لعيب زاكي جدا جدا جدا. بص يا كريم. بص هنا هو الراجل اول ما اتجيل الكورة. بص اول ما اتجيل الكورة وقف. اول ما اتجيل الكورة وقف. بص 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 بص. وقف هنا. الراجل عامل إسكانه ومحضر من قبل ما يحط الكورة. ليه؟ هو شايف الزحمة والخط لو الناس تبص على محمد الشناوي وراء. الخط اللي قدام محمد الشناوي خلي ما يشوفش. فالحل الوحيد انه هيحط الكورة بعيدة عن مصار الرؤية. عبل ما يبتلي محمد الشناوي يشوفها. كمل الفريم اللي بعده. كمل بشيه على سرعيته. مش عصير. بص. محمد الشناوي ما تحركش. هو تثبت. صابت. لانه شافها بعد معدت من الزحمة دي. واحد من الاهداف الزكاية اوي. ممكن ما يكونش هدف غير عادي. لكنه هدف زكي جدا 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 من واحد من الاسكن اللعيبة. اللي لعبت في البوزيشن ده. في الكورة المصرية في السنوات الاخيرة. فرجان ساسي. لعيب لعيب زكي جدا جدا يا كريم. طيب ساعت عمل شعره كده. وبتاع بجل وبتاع. نشوف في الهدف الخامس. فاحلى هدف الزمان في اخر خمس سنوات. علشان الناس ما تزعلش. اهو. اخر اخر هدف. يمكن الهدف ده. مفارقة غريبة. اه اه. ده هدف الغريبة جدا. ناسر بريم الكورة كتسهلة جدا انه طلعها. لكن حب يرجع بها. حب يأمنها علشان الكورة ما طلعش كورنر. طبعا. طبعا. الهدف بقى. مين بقى اللي نبص كلا مين اللي هجيب الجنب. ما معروف اه? امام عشور. امام عشور. بص. هدف هدف ماركت امام عشور بس كان العكس بقى. آآ كان بالاهل في الظمالك وப الأزرق في الاحمر. امام جاي. امام ضابطها. دايما دايما امام عشور كور ارضي. يا دقيقة امام بترى. يعني نوعا ما الفترة الاخيرة يزود القوة شوية بتاعت التزديدات. لكن هو كور الارضيه والضقة بتاعت التص privileged تسيبات خاصة في الكورات الارضية. امام عشور طبعا. اسجل مع الزمالك في الاهلي وسجل مع الاهلي في عشان يخش قايمة عشان يخش قايمة اقول ليه ليه قوي فيها لعبة سجلت في الموضوع انا من الزمالك الجول بتاع فرجاني ساسي بصراحة ده بالنسبة لي كان احلى هدف اه ومن الاهلي الجول بتاع محمد شريف اللي هو شاطه بشمال بشمال اه عشان دي كانت صعب ايه برضو انا انا اقول لك جن شيكابالا الاولاني اللي فعالي لطفي ده احلى جن بالنسبة لي والنادي الاهلي جن الربونة بتاع عمر السليا القطعة والباص نفسه اللي اتعامل مع عمر السليا بصراحة رائع تفهم مع محمود اه بجون شيكابالا في عالي لطفي وجون شريف الربونة من كتر ما هي شيكابالا بيعمل الكرة دي عادية خلاص لو هو ببتش حلوة يا اخي بيتعادية يا اوي يا اخي يعرف من كتر ما هو بيعملها بسهولة هي اكيد صعبة جدا وحلوة يا اوي كل الناس عارفة لو هشطها هنا كتر ما بيعملها بسهولة كده اتعدي والله الفكرة حلو والله النهاردة جدا والله ممتعة جدا ده احسن ما كان الاهلي والزباية كيابالا كنتش هيجي كل الاندي ممكن ماتش يخلص صفر صفر وماتش يبقى مقفل طيب